تفكها من مكانها وتفرغها فيها قطعة هنا وتفكها وترجحها وتشغيلها دزان وتطفيها باللوم برياش تسكتها باللوم برياش لأنها تعبي المزوط المتاحة التي تفرغها لأنها تفرغ رأس بشفرغ لا يمكن أن تخدم لك المرة أولا بالدمر تدفعها وتطبعها وتشغيلها وتشغيلها من خمسة دقائق وتعود وتشغيلها تشغيلها إذا كانت جاوبت معك أو لا كانت جاوبت معك أما عندك الكهرباء هنا فيها مشكلة أما هذه القطعة هنا فيها مشكلة هذا الحل لن يستهل الحل الثاني كيف يجرب الشمعات في التصخين كيف يجربهم وأن الوقت الذي يأخذوه لكي يسخن السيارة ويجبك الوقت لكي تبدأ الديماري التسخين لا يجب أن يقص لأنه كان يقص التسخين لأنه يجب أن يقص التسخين لأن الشمعات يقعدوا يحمر ويقعدوا فيهم الكهرباء وانت الديماري إذا كانت الديماري يقص لا يوجد مشكلة عندك في تسخين أو في مكان معين المشكلة الأخير هو كونه عندك الرجلة السيباب الرجلة السيباب يكون مسكر تعود لها الرجلة السيباب ونحط لك فيديو في الاثنين في تجربة البوجيات وفي الرجلة السيباب كيف تريغل وكيف تعمل ومن بعد ما تعمل كل شيء وباقي نفس المشكلة تأخذ بها طريق سريع للطرود تمشي بها في المئة وعشرين كاتر يام رابعة مئة وعشرين كاتر يام رابعة مئة وخمسين كيلومتر لكي كانت فما كالكاربون الذي كان موجود بعد قبل الجلس سيباب وكانت فوق البيستون من الديماري وتسكته وفيها مشاكل الكل لهذا كانت دقاجة نحن كان عملت الحلول هذه كلها وما فيش فايدة يبقى المشكلة عندك لا يوجد ضغط لأن السيبابات لا يوجد شيئا أو السيجمونات لا أفهم وأنا لا أصحك لكي تحلل تحاول حدك حد الكلاس إذا كنت حلت الكلاس وعادت رداء السيباب يعني مسح السيبابات بالليد ورجعت وعملت تعديل السيباب ورجعت ولم يوجد فايدة ونصحك لا تحلل المطور غير المطور وتحلل لأنك شجوة تدخل في متاهات أخرى أنت في غناء علىها هذا هذا نجم وضع لك الفيديوهات التي كيف تدرب التسخين وكيف تعمل تعديل السيباب تعديل السيبابات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر